أهلاً وسهلاً بحضرتكم وسلام الله عليكم ورحمته وتعالى وبركاته حلقة جديدة من من القلب برنامج اليوم أعتقد أعتقد وأظن وأزعم أنها واحدة من أهم الحلقات الإعلامية التي يمكن أن أقدمها في حياتي أسأل الله تعالى أن يسدد لساني وعقلي وقلبي وأنا أتخاطب مع حضراتكم عن رمضان برؤية نفسية جديدة حضروا أقلامكم وإشحنوا هواتفكم للتواصل معي وأنا في انتظاركم بعد الفاصل أهلاً وسهلاً بحضراتكم رمضان هلت بشايره ودنت أيامه وليالي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكم والمسلمين رمضان ونحن في أتم صحة وعافية وخير حال وأنعم بال وأسد مقال وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وعلى طاعة الرحمن وأن يتقبله منا كما يتقبله من عباده الصالحين كثيرون يتكلمون عن رمضان وكلما كثر المتكلمون كلما دل هذا على عظمة المتكلم عنه كلما تكلم الناس عن رمضان إنما يثبتون شرف الشهر وعظيم قدره وأهميته وهذا حق ندين الله عز وجل به إذ ذكره الله تعالى في القرآن لكني لعلي أرحل بحضراتكم قليلاً إلى واقع المسلمين الذين عيشوا الآن بل إلى واقع المراكز النفسية التي أعمل بها وإلى الآلام النفسية والتوتر والقلق والانزعاج وعدم الراحة من تغير العادات على الناس في رمضان كيف يمكن أن أتعامل مع رمضان فأفرح بقدومه نعم اعتاد المصريون وغيرهم من العرب في قنواتهم الفضائية وقبل الفضائية أن يضعوا الأناشيد والأهازيج والأغاني المتعلقة برمضان ورمضان جانا وفرح نابو لكن هل في الحقيقة يفرح المسلمون برمضان؟ هل يتشوقون فعلاً إلى رمضان؟ هل يعتقدون أن رمضان باباً كبيراً من أبواب الخير لأنفسهم في الدنيا وفي الآخرة؟ أم يعتقدونه عبءاً وقد يمر علينا ونصبر حتى ينتهي حتى إذا فرغ رمضان قالوا الحمد لله الذي أنهاه علينا؟ نعم هناك أناس كثيرون يتضررون تضرراً نفسياً بالغاً في رمضان ويشعرون أنهم لا يزدادون إلا سوءاً ونفرةً وابتعاداً عن ربنا عز وجل وعن الدين وعن الإسلام بل وعن أنفسهم كثيرون يمر عليهم رمضان ويخرجون منهم يتنزل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل رغم أنف امرئ مر عليه رمضان ولم يغفر له والحق أن كل أنواع الترغيب والترهيب الواردة في القرآن والسنة الغرض منها حث الناس الغرض منها دفع الناس إلى مزيد عمل واجتهاد وفرح بالطاعة وابتعاد عن المعصية أنا سأعطيكم سبع قواعد أنا سأعطيكم سبع قواعد هذه السبعة أسأل الله بعونه ومدده أن تكون باباً جديداً للتعامل مع رمضان وكنت سعيداً جداً أن الله عز وجل جعل لي حلقة قبل رمضان مباشرةً يعني عدة أيام ويأتينا بإذن الله تعالى وتهل علينا أو يهل علينا هلاله أسأل الله أن يبلغنا ولا يحرمنا الحقيقة مسألة أولى محتاجة أقولها أولاً وهذا متعلق بعلم النفس وأريدكم تركزوا معي شوية وربنا يعيني على أن أشرح شرحاً يناسبكم بل وأكونوا موفقاً في هذا يا جماعة الخير السلوكيات التي تصدر منا رفع الكوب حمل القلم رفع الأوراق اعتدال الكروفات العبث في السماعة تعديل الشعر نظر في الساعة كل السلوكيات التي نفعلها الأكل والشرب اللعب الخروج إلى الماء كلها يحفزها شيء قبلها هذه السلوكيات قبلها فكرة أو شعور قبلها فكرة أو شعور أنت تشعر بالجوع فتفكر في الطبخ فتقوم فتطبخ وتأكل إذن السلوك هو النتيجة الحتمية لمجموعة من المشاعر ومجموعة من الأفكار إذا كانت السلوكيات خاطئة فينبغي أن نسأل أنفسنا هي الأفكار كذلك خاطئة؟ هي المشاعر كذلك خاطئة؟ قبل ما نتكلم عن السلوك؟ تعالوا نرجع إلى الخلف قليلاً وننظر إلى الخلاط الذي نضع فيه بعض أفكارنا وبعض مشاعرنا نخلطهم في بعضهم البعض مثل عصير الكوكتيل ويطلع لنا في الآخر مشروب اسمه السلوك خلينا نشوف لو أن إنساناً تعامل مع رمضان الفكرة هي تعامل مع رمضان على أنه عب سيعاني ولو أن إنساناً تعامل مع رمضان على أنه مسئولية وساحة كبيرة جداً للتنافس ومضمار حتى ينظر بعضنا إلى بعض ماذا أكلنا وماذا شربنا وكيف تصلينا وكم تعبدنا سيتألم ألماً شديداً ولن يسلم له قلبه ولا عقله ولا سلوكه بل ويمكن ولا دينه فما الفكرة التي ينبغي لنا أن ننظر إليها برمضان كيف نتعمل نسموها psychological perspective النظرة النفسية كيف ننظر إلى رمضان إذا نظرت على إنه عب ستتألم إذا نظرت على أنه مسئولية فقط ستتألم طيب إيا دكتور محمد شوف يا سيدي في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلاً واقفاً في الشمس التفى الناس حوله فقال عليه الصلاة والسلام هذا شو بلاء؟ ماله؟ قالوا نظر رجل هذا رجل نظر أن يصوم هذه واحدة انتبهوا عدوا معي يصوم وأن لا يستظل يعني يبقى في الشمس لا يجلس في الظل وأن يبقى قائماً ما يجلس ولا يتكلم هذا النذره أربع نذور نذرها فقال عليه الصلاة والسلام اسمع هذا الحديث هذه المقدمة أربع خمس كلمات هي عماد نظرتك إلى رمضان قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا لنفسه إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا لنفسه موروه موروه أمروه أمروه خبروه قلولوه يستظل يجلس في الظل ويجلس ويتكلم ويتم صومه الأشياء الخطأ التي نذرتها يبطلها خطأ لا تفعلوا وأما الشيء الوحيد الذي نذرته وهو صواب الصيام أكمل صومك موروه أن يستظل وأن يجلس وأن يتكلم وأن يتم صومه إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا لنفسه سيدي قال ربي وربك في القرآن الكريم ورب العالمين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هذا التشريع المبارك للصيام للصلاة لبر الوالدين للزكاة للحج للعمرة لقراءة القرآن لحصل الخلق هذه التشريعات العبقرية التي جاءت في القرآن والسنة ليس المقصود بها على الإطلاق لا تعذيبك ولا قهرك ولا الضغط عليك ولا احتياج الرب عز وجل له إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا لنفسه وقال في القرآن إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا إن تشكروا يرضاه لكم يعني يرضى لكم الشكر ويجازيكم بالجزاء الأوفى لابد أن تنطلق مع رمضان أن رمضان هذا من وفضل ونعمة وهدية من الله لي رغم أنه هو مستغني عني ولا يريد مني شيئا إنما أفعل ذلك لنفسي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ربك بظلام للعبيد أول فكرة لابد أن تنطلق بها في رمضان إنك فرحم بقدومه كالفرحي باستقبال هدية ليش؟ هقول بعد شوية كمان حاجات زيادة لكن لازم تفهم فديتك يا ولدي ولازم تفهمين يا ابنتي أن رمضان منحة عطية هدية مكرمة محض فضل من الرب جل جلاله لا يريد منك شيء لا يدره لا تدره معصية العصات ولا تنفعه طاعة المطيعين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفن أحد قالوا الصمد الصمد اسم الله الصمد هو الاسم الذي يدل على استغناء الرب جل جلاله عن الخلق وحاجتهم إليه كل المخلوقات تحتاجه جل جلاله وهو مستغن عن الجميع قيان الله ولم يكن شيء سبحانه وتعالى جل شعور الفكرة الأولى التي ينبغي أن تنطلق فيها مع رمضان أن الله عز وجل مستغن عن عبادة العباد الله عز وجل مستغن عن ذلك استعلى ربنا جل جلاله بسم الله الأعلى والعلي أنه جل جلاله لا يريد من البشر إلا ما فيه منفعتهم ومصلحتهم ورضاهم وسعادتهم طيب الخطوة الثانية وهي مسألة مهمة جدا تفسر هذا الكلام الأول الذي يبدو فيه شيء من الصعوبة يعني الكلام الأول قد يبدو فيه شيء من الصعوبة لكن الكلام الثاني يزيده شرحا وبيانا إذا سألنا أنفسنا كثير من المشيخنا وعلمائنا الأفاضل المباركين يقولوا إن الله تعالى من جملة حكم الصيام إشعار المسلم الغني أو المتملك بألم الفقير والحق أن هذا في هذه الأزمنة ليس بحاصل الحق أن هذا ليس بحاصل الناس الذين يشعرون بألم الفقير يشعرون بألم الفقير على طول على طول يقدمون الخير من البر والطعام والكسوة والمال على قدر طاقتهم ولا شك لكن واحدة من الحكم التي صرح الله عز وجل بها في القرآن الناس تمرد نفوسها لأنها لا تفهم الناس تضطرب نفوسها لأنها لم تفهم قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكم فهم هذا عظيم جدا الله عز وجل قال لنا في القرآن يا جماعة وأنتم أهل القرآن وأهل العلم وأهل المعرفة بالدين وحفظ كتاب الله والاستعداد للختمات في رمضان قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي تعريف التقوى في ديتكم في تعريف التقوى كثير شيء مئات مئات التعريفات للتقوى وأنا أعشق تعريفا واحدا هو علم القلب بقرب الرب التقوى علم القلب بقرب الرب يا جمالك يا سيدي يا جمالك حين تحقق هذه التقوى في أنك تشعر أنك في معية الله عز وجل وأن الله مع المتقين حين يعني تقدم رضا ربنا عز وجل على كل شيء تكلمني عن راحة النفس تكلمني عن طمأنينة القلب تكلمني عن سكينة الصدر تكلمني عن ثبات العقل واتزان النفس في التعامل مع المواقف المختلفة الخطوة الأولى استغناء الرب عنك وعن الخلق كلهم خطوة أولى إذن رمضان هذا ليس عبئا ليس تكليفا مجردا بل هو تكليف فيه مصلحتي من الألف لليا الفضل كله لله والخير كله لي أنا أنا المنتفع أنا المستفيد أنا الذي أحصل على هدايا لا حصر لها كل يوم وكل ساعة من رمضان الخطوة الثانية أنك تفهم في ديتك ما هو سبب تشريع الصيام طيب الله صرح لي الله قل لي في القرآن لعلكم تتقون والتقوى المراد بها هنا في رأيي كما فسر بعض العلم علم القلب بقرب الرب وقرب الرب إذا كان يدفعك الامتناع عن الذنب كمان يجعلك فرحا بالطاعة مبسوط سعيد مؤتنس مطمئن لأن الله يعلم أني قد تسحرت في الليلة الأولى من رمضان ونويت الصيام أتعبد إليك يا ربي بالامتناع عن الطعام والشراب وبعض الحلال من فجر اليوم إلى غروب شمسه حكمة التشريع ثلاثة والله أعطيكم كنز إن أحببتم أعطيكم كنز أنتم تستحقون أنتم تستحقون والله طيب جماعة الخير حضراتكم الله يحفظكم في أيام الصيام الناس الشبهي كثيرون يعني مبتعدون عن الصيام لأعذار صحية لما يأتيهم رمضان في الأيام الأولى يشعرون بالألم في المعدة يشعرون بالألم الناس كلها تعرف لماذا يتألمون صح كلنا يعرف لماذا تتألم المعدة تبعث رسائل إلى الدماغ تقول له يا حج وين الأكل هناك طعام كان يدخل الساعة الثامنة صباحا وقهوة الساعة العاشرة وعند المدخنين مش عارف الساعة 11 كنا بندخن نص علبة سجاير وساعة بعد الصلاة بنشرب شاي حليب والساعة الثانية بنتغدى رز ومكارونا ولحم ودجاج طيب كيف تتعامل المعدة مع أول ثلاثة أيام من الصيام تتقلب على صاحبها وترسل رسائل إلى الدماغ لم يصلني الذي اعتدت على وصوله إلي ما وصلنيش الشاي لم تصلني القهوة لم يصلني الخبز لم يصلني الرز أين هذا كله ببساطة شديدة بعد ثلاثة أيام بعد أربعة أيام يتوقف ألم المعدة أخذ اتصال وارجع أقول لحضراتكم ماذا يحدث ماذا يحدث في المعدة وفي الدماغ بعد ثلاثة أو أربع أيام في نمضان عندي من مالي أخي الحبيب أبو إسماعيل تفضل يا فندم السلام عليكم الشيخ حياك الله وبرك أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله تفضل أبو إسماعيل الشيخ أنا لدي سؤال تفضل يا فندم الشيخ ما هو التفكر الواجب ومعنى الجائز والممنوع هل التفكر يحتريه أحكام الشريعة الخمسة نعم أبشر بارك الله حاضر من عيوني حاضر وإن كان سؤال فيه عمق وجميل لكن وأنا فقير مسكين لكني لعلي أشتهد فيه قليلا إذن الحقيقة يا جماعة الخير حتى تفهموا ماذا يحدث في القلوب والعقول ويمكن تصبحوا من الآن مستوعبين لعلاجات الإدمان للعلاجات السلوكية للإسواس القهري لبعض الحزن والاكتئاب لبعض الوساوس والهلاوس لبعض أمارات الإترابات النفسية خلوني أقول لكم الآن يا فندم المعدة منذ اليوم الأول تكون متوقعة ومنتظرة الفنجل الشاي فنجل القهوة لقطعة الخبز أو كذا فتبقى متلمضة تبعت رسائل الدماغ والدماغ يرد عليها يقول لا مش عارف إيه اللي بيحصل أنا لا أدري ماذا يحدث الآن لماذا لا يأتي لنا بالأكل لماذا لا يوجد طعام الجنود كلها متأهبة المرارة والكبد والإنسولين من البنكرياس الجميع متأهب كرات الدم الحمراء والبلازمة الجميع متأهب ليحصل على شيء لكنه لا يحصل عليه فنأتي عند الغروب نأتي عند الغروب فنأكل ونشرب ونحل بعد بالكنافة والأطايف وأم علي والرز بلبن تمام ثاني يوم يتوقع المخ أن ترجع ريمة إلى عادتها القديمة يتوقع أن الساعة الثمانية صباحا القهوة والشاي فلا يجد الأمر كذلك فيتحير أيضا وتبدأ المعدة تضطرب أيضا وتبدأ تشتكي من الألم ويجي لك صداع في ديتك وتشعر بخمول الحقيقة هذه مشاعر وأفكار غير صحيحة بسبب اعتياد المعدة والدماغ على نمط حياة معين لكن بعد ثلاثة أيام بعد أربعة أيام يوم وريوم 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 يعرف ويتفطن الدماغ أن الأكل سيكون مع أذان المغرب فلما المعدة ترسل له وتقول معتاد على الساعة الثامنة صباحا أن أشرف في انجال الشاي فيقول لها صبري تراكب تأكلين المغرب فتهدأ المعدة وكلنا بلا استثناء كلنا بلا استثناء نعتاد اعتيادا عجيبا بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام ويقول لك الناس أنا ما بشعر بالجوع خلاص ويستغرب الواحد فينا يقول لك أنا ليش ما بصوم في غير رمضان أنا ليش ما بصوم الأيام البيض أنا ليش ما بصوم لاثنين وخميس الله ما يصيام جميلة ده أنا لا أتألم من الصيام في ديتك أنت عتدت يا ابني أنت عتدت يا ولدي والدماغ جهاز يحتاج إلى وقت أن يستوعب وهكذا أصحاب علاجات الإدمان وعلاجات الاضطرابات النفسية بنقول له اسبر شوية علينا كل ما يحدث عندك هذه الأفكار كل ما تحدث عندك هذه المشاعر هنمارس سلوكا مختلفا هنعمل شيء مختلف الدماغ سيكتشف هذا السلوك الجديد بعد عدة أيام أسبوع عشرة أيام عند بعض الناس أسبوعين حسب شدة المرض وشدة الإدمان وغيره الدماغ قادر على التعامل مع الأفكار المختلفة لا أصادمها ولا أستهين بها ولا أستسلم لها لكن أناقشها فلكأن الواحد فينا يقول لمعيدته إصبري في ديتك والله ستأكلين المغرب والله ستأكلين المغرب طيب يا سيدي شو رأيك أن هذا الكلام كلام السيدة المباركة قبل فرويد وقبل سكنر وقبل إدلر كلام السيدة الجميلة أم عطي الأنصارية الصحابية الجليلة تقول كنا نصوم صبياننا كنا نصوم صبياننا ونلهيهم إنهم جاعوا بعرائس العهن الصوف يعني يدلوا عروسة يلعب يلعب شوي حتى يؤذن المغرب ويأكل الطفل مع أبويه أو مع والديه إذن الفكرة المسيطرة علينا الآن أن مثل ما خلي بالك مثل ما يتأثر السلوك باللي محطوط في الخلاط الأول المشاعر والأفكار كذلك السلوك يمكن أن يعاود التأثير وبالتالي يمكن التوقف عن الإدمان وبالتالي يمكن علاج أرقادة الأظافر ممكن علاج قطع الشعر ممكن علاج أرقادة طهر الألم ممكن علاج عدم النوم ممكن علاج التربط النوم ممكن علاج أشياء كثيرة جداً بأننا أؤمن بفكرة أساسية تقول مثل ما تؤثر مشاعري وأفكاري في سلوكي كذلك يؤثر السلوك في المشاعر والأفكار دعوني أذكركم دعوني أذكركم بقصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً فكرنوا كلنا نحفظ الحديث ما شاء الله تبارك الله ذهب إلى عابد لا يعرف عن الشريعة شيئاً ولا عن الأحكام الشرائية إنما متعبد لأجل هذا كان الفقيه أفضل عند الله من العابد لا سيما إذا كان العابد جاهل أما إذا كان العابد عالماً فقد اجتمع فيه الخير كله قال هل لي من توبة؟ قالوا لا ممكن أتوب أنا قتلت تسعة وتسعين نفس ممكن أتوب؟ قال لا فقتله صاروا مئة الحبيب عنده القتل هذا يعني مثل قرصة البعوض قتل مئة فذهب إلى الفقيه العالم قال هل لي من توبة؟ قال له من يحول بينك وبينها؟ هذا من يغير هذا؟ طبعاً لك توبة لكن اخرج من القرية الفلانية وذهب إلى القرية غير البيئة غير الـ environment غير طبيعة البشر اللي بتعمل معهم غير الناس اللي حولك غير طبيعة حياتك غير الـ lifestyle غير هذا فإذا تغيرت البيئة حولك مع وجود هذه الرغبة الحاسمة والحازمة في قلبك للتوبة وصلاح الأحوال ستعتدل أمورك بحول الله تعالى ومات في الطريق وتناولته ملائكة الرحمة كذلك مسألة في غاية الأهمية أنه يمكن السلوكيات السلوكيات التي نمارسها بطريقة إيجابية في رمضان ستنعكس علينا بطريقة إيجابية في المشاعر هل تذكرون خواتيم سورة البقرة ها نعم نذكر قال الله تعالى وَإِن تُبِدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فأتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرض منهم أبو بكر الصديق قال له يا رسول الله نتكلم نحكي أو ما نحكي ربنا هيحسبنا فسكت عنه عليه الصلاة والسلام حتى نزلت الآية بعدها مباشرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت بشو بتسوي لها ما كسبت هتعمل إيش هل ستفعل الخطأ ولا ستمتنع عنهم سلوكك هيكون عامل كيف في رمضان وفي غير رمضان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أخوانا الله يصلح حالنا وحالهم واش فينا واش فيهم أخوانا المدخنين بيعانوا معاناة شديدة جدا 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 مش فقط الامتناع عن التدخين لا 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 ولو حد مدخن بس يبعت رسالة يقول كلام الدكتور صح ولا غلط هو ليست أزمته فقط في أنه ما بيدخن لا هو أزمته أنه هو بيشعر بدناء شديدة وألم نفسي كبير أنه إنسان مسلم وصايم وفي نفس الوقت نفسه هو تشتهي التدخين يقول يا سلتر على دنائتك أنت مو بجدرة تتحملين آه مو بجدرة تتحمل عودتها على التدخين فمو بجدرة تتحمل طبعا لا تستطيع التحمل ولذلك إن اشتهت التدخين لكنك منعتها في ديتك أنت منعتها عن التدخين فالله عز وجل ما بيسأل الآن عن رغبتك في التدخين بل بيسأل هل ستفعل أم لم تفعل قل لا هذا ما يجوز هذا من صلاة الفجر للمغرب حرام فالناس تقول بيسوف سوف سافل حاشاكم ساعة المغرب يجري على التدخين والله أنتم مساكين ما تعرفون مسكين هو متألم إحنا ده المحتاجين نعالجه هذا محتاجين نعالجه بس مش هنخفف عليه من موضوع التدخين نقول له لا دي جريمة اللي انت بتعملها هذه جريمة كبرى لكن إحنا محتاجين نفهم يا دكتور إحنا محتاجين نفهم يا أيها المدخن إن شعرت بالألم لفقد التدخين في نهار رمضان لكن غالبت نفسك وامتنعت عن ذلك وضبطت سلوكك وانفعالاتك أمام الناس هنيئلك تعال اسألني أنا قل لي يا دكتور محمد التدخين حرام أقول لك الحمد لله الذي حرم علينا الخباش لي والتدخين أنا ولا أعرف عنه حاجة أنت المتألم في ديتك وبتكأنك تقول للرب عز وجل يا رب أنا متألم بس همتنع الناس اللي بتنظر إلى البورن بتنظر إلى المواقع الإباحية الناس اللي بتستمع لما يحل وما لا يحل اللي بتنظر إلى ما يحل وما لا يحل ويجاهد يجاهد الرجل وتجاهد المرأة من الفجر اللي المغرب بتسدد وتقارب بحاول بحاول نقول له يا ابن الله يرضى عليك انضباط سلوكك ده المفروض ينعكس عليك بالرضى على الرب عز وجل والفرح بأنه بيساعدني في هذا النهار على أني ما أعملش أني ما أعملش أني ما تجرأش أن هذه المجاهدة العظيمة التي تحدث تخلينا في فرح كبير وفخر أكبر بأننا عباد لله على الحقيقة مش عارف كأنه عندي اتصال؟ نطلع فاصل بسيط إيه والله حرتاح أنا شوية عشان صوت يتعبني ترضلوا أيا كان نوع هاتفك وأيا كان التطبيق الذي تستخدمه واتس أب سكايب تيليجرام أو غيرها من التطبيقات تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتاً وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية قاف التفاعلية تواصل على مدار الساعة بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv قاف التفاعلية بنقرة واحدة يوماً بعد يوم تتوارى السماء خلف المباني العالية تضيع المعاني بين الأصوات الصاغمة تتداخل القيم وتختلف الأسئلة وتكثر الحيرة نبحث عن فسحة وصمت وشرفة للسماء نرتب نفوسنا ونعيد بناء من هدم منها لنكمل الطريق إلى تلك الغاية قاف قلب سليم نحن معك في منزلك في مكتبك وخلال تنقلاتك اليومية وحتى في سفرك نحن معك حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد وتابعنا أينما كنت قاف التفاعلية معك أينما كنت أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد الحقيقة رمضان فرصة جميلة جداً لإزالة وإذابة كثير من مشاعر الحزن والألم والحصرة من نفسنا صحيح هو شهر الرحمات وخيرات وهذا شيء عظيم جداً كمان ممكن يكون شهر علاج كبير لكثير من الأفكار والمشاعر السلبية التي تطرأوا علينا قلت لحضراتكم سأعطي سبع قواعد الأولى استغناء الرب عن عباده الثانية نعرفة سبب تشريع الصيام ده لازم نفهم أنه ده عشاني ده مش عشان ربنا عايز حاجة سبحانه وتعالى السلوك يؤثر كما أنه يتأثر الانعكاس المؤثر القلب يؤثر على السلوك والسلوك كذلك يمكن أن يؤثر على القلب قبل ما أكمل عندي رسالة من سوريا من أخي عبد الله يقول إذا أنا شايف أنا مغترب وكنت متعود أن أقضي شهر رمضان مع عائلتي والأنس بهم أما الآن أنا في الغربة وحين يأتي رمضان يضيق صدري بالوحشة بالوحدة في الغربة وأصبح رمضان لي هم على خلاف ما كان علي حين كنت أقضيه مع أهلي أشعر بالفرح والسعادة وأخاف بذلك أن يكون هذا الشعور الذي يرودني يؤثر على إيماني ارجع لي في ديتك بشوانس خالد إلى الرسالة الأولى من أولها فهمت عبد الله طبعا بس أيها أنا مغترب وكنت متعود هذه إجابة السؤال طبعا أسأل الله أن يعينك على ما أنت عليه وأفهم تماما ألمك أنا متفاهم تماما ومستوعب مشعرك فكلنا ذاك الرجل بطريقة أو بأخرى غالبنا يعاني من شيء من هذا لكن عند بعض الناس بيكون أشد أثره على بعض الناس الآخرين شوف يا عبد الله أنت كنت معتاد على طريقة ويمكن أن تعتاد على طريقة أخرى أنت تظن أنت تظن وأنت تأكل في الفطور في رمضان الأفكار أبويا وين الحين أمي أخواتي وين حرمتي وعيالي شو عندهم أكل الحين بعض الناس بيحل الإشكالية دي لو كان نفس التوقيت يفتح الزوم ويأكل كلهم مع بعض والحمد لله جزام الله خير اللي اخترعوا هذه الأشياء وأساعدون بها لكن إذا لم يكن يستطيع ذلك طيب الله يحفظك أنت لماذا تستجيب لفكرة أنا بروحي أنا وحيد أنا بكل وحدي هذا حزن هذا ألم هذه الغربة أفسدتني هذه الغربة بعدتني عن أهلي أهلي يشتكون لابتعادي وأنا أشتكي من ابتعادهم أنا إيماني يقل بس 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 ليش كل ده ليش لماذا نفعل بأنفسنا كل هذا ينعكس سلوك الحزن علينا فتجد الرأس مثل السلح فها دخلت في الكتفين وشعور بالألم والحسرة ليش عشان كل ده ليش سؤال مهم مهم جدا لازم أسأله الله عز وجل يختار للإنسان الأفضل في رأيه هو ولا في معرفة الرب بنا في علم الرب بنا الله يختار للأفضل خلاص نحن متفقين نحن مسلمون إذن وأنا جالس لابد أن أتيقن يا ولدي لابد أن أتيقن أنا جالس الآن أفتر وحدي والله عز وجل أراد لي هذا وأحبني على هذا وأكرم والدي وأهلي وناسي بهذا الله عز وجل يريد لنا الخير اثنين ودي مسألة مهمة لماذا أسمح لهذه الفكرة يا عبد الله بإنها تتناثر كحبات المسبحة أهلي مش موجودين وأنا مش موجود أنا بروحي أنا في غربة أنا متألم لا أشعر بالفرح لا أشعر بالسعادة مثل حبات السبحة التي تنقطع وتتساقط سيدي ما توقفها تبقى وقفها أعمل إيه كل ما تأتيك فكرة قل وحليلا يا أبو يا أمي الله يسعدكم ألفه أنا وشفا عليكم مطرح ما يسري يمري الحمد لله أنتم مع بعض أنا بخير وسهالة وسعادة أنا بأكل أهو بسم الله الرحمن الرحيم وأنا بأقول بسم الله أقول يا رب اطعم أهلي الطعم الحلال بعدما خلنا صلوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلي بطعامهم وشرابهم ثم أخاطبهم بعد ذلك شو كليتم شو عملتم حملت حلويات اليوم واللي ما عملتم واللي مات رحمة الله عليه واللي موجودة تكلم معاه واللي مش عارفة تكلم معاه أدعيله أنشئ أنشئ رابطا جديدا سلوك مختلف أنت بتستجيب للحزن حبيبي بتستجيب للأفكار اقطعها اقطع هذا التسلسل وحط عقدة في حبات المسبحة حتى لا تتساقط جاءت الفكرة أني وحيد فقل لنفسك أنا وحيد بعلم الله عز وجل ومحاطم بملائكة الرحمن أنا سأدعو الله عز وجل بالاقتراب اللقاء أنا سأدعو الله بأن يرزقني أنا سأدعو الله لهم بالخير ستنقطع هذه مع مرور الوقت افرح برمضان هذه الفكرة الأولى رمضان جايلك يا عبد الله رمضان يا ولدي عشانك وعشاني وعشان وسيب خلف الكاميرات وخالد في غرفة البث إحنا رمضان ده هدية ربنا مش عايزنا نزعل بالهدية حبيبي ربنا عايزنا نفرح بيها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أنا حروح لسؤال أبو أبو إسماعيل لكني أحتاج إن أكلمكم على الفقرة الرابعة مهمة جدا عندي العبادة أحبتي العبادة التي سنتعبدها في رمضان محتاجة كلها دلة دلة يعني محور سيني ومحور صادي محتاجة تبدأ من الصفر لين تعلو مش العكس لا تبدأون بعلو ثم تختمون رمضان بسفول إنما الأعماله بالخواتيم وإنما العبرة بالخواتيم محتاجة تبدأ شوية شوية النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي إذا أردت أن تضع أهداف لرمضان لا تضع أهداف للشهر كله اعمل هدف لأول رمضان يوم واحد في رمضان شو الهدف؟ طيب أنا حصلي صلوات الخمسة إن استطعت في الجماعة طيب ما فيش عشان كورونا طبعا أنا ححاول أصلي صلوات الخمسة في مواعدها تمام شو رأيك في النوافل سأحاول بإذن الله تعالى إننا آتي بالنوافل في مواعدها اثنين قبل الفجر أربعة قبل الظهر اثنين بعد الظهر اثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء هذه النوافل الثابتة أو الراتبة وما سوى ذلك أربعة لقبل العصر رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا وصلوا قبل المغرب إن شئتم وقبل العشاء كذلك بين كل أذانين صلاة يعني كل هذا يمكن أن يساعد ثم تقول صفحتين من المصحف مع كل أذان صفحتين بس وتجرب نفسك وتشوف فقد أديت ما عليك ذاك محمود محمود بي من المغرب أهلا بيك أولدي وأهل المغرب فضل يا فندم محمود السلام عليكم معنا محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا شيخان الفاضي أهلا وسهلا أنا هذه فقط سؤال كيف يمكن تنظيم سوليكية ناف في رمضان خاصة بعد الإفطار لأن هناك بعض الناس كثير بعض الناس محمود دائما كثير بعض الناس فقط يعتقد أن رمضان فقط ينتهي عند الغروب كان هناك بعض الناس يسهرون أمام التلفاع تمام جدا تمام جدا لأنه يعتقد أن رمضان خلص بالمغرب وهم دام صام من الفجر إلى المغرب خلاص رمضان بعد الفطار نعمل اللي احنا عايزينه وخاصة في القنوة للقنوة للوطن المغربية مرامز نتافيها مضيئة سيارة كلامك جدا صحيح تسمع حاضر حبيبي أشكرك جدا حبيبي شكرا على دعمك شكرا جزاك الله خير أهلا بيك أهلا بيك محمود خلوني أخد محمود بسرعة كده أكلمكم على كلام محمود بسرعة نرجع لقضية كيف نتعامل مع رمضان يعني المؤسسات الإعلامية التي لا تحملوا الأفكار الدينية والشرعية وحب الدين وحب هداية البشرية بتتعامل مع رمضان على أنه شهر معمول للاستمتاع يسموه موسم رمضان حتى إخواننا في الإعلامين يسموا حاجة اسمها الدورة البرامجية فييجوا يقولوا دورة رمضان دورة الوحدة دورة برامجية رمضان هذه برحها يعني كل البرامج بتتغير فيها المسلسلات والأفلام والمسرحيات والبرامج التوك شو والحاجات المسابقات هم بيفكروا كده هو المسؤول عن هذا المكان بيفكر بهذه الطريقة نظرته عن رمضان أنه ليس شهرا لتحقيق التقوى ليس شهرا للتغيير ليس شهرا لعلاج بعض الاضطرابات ليس شهرا للفرح به لا هو شهرا للمسلسلات فبيتعامل معه على هذا الأساس كل من يشاهد كل من يستمتع بهذه المشاهدة فهو مثله هكذا ينظرون إلى رمضان عشان كده حبيب الله يطول في عمرك أنا بقول لك من البداية كيف تنظر أنت إلى رمضان إذا نظرت إلى رمضان على أنه كل ساعة فيه كل دقيقة فيه رحمة من رحمات الرب عز وجل سعة من سعة رحمة الله عز وجل على الناس حتتعامل معه بشكل مختلف الذي يحركك في السلوك هي الأفكار والقيم والمشاعر إذا كانت الأفكار اللي عندك عن رمضان شهر أكل وشرب ولعب وضحك ومزاح وأفلام ومسلسلات وأغاني it's up to you على كيفك أنت هكذا تتعامل مع شهر رمضان أنت شايف كده لا تقول والله أنا بصوم من المغرب من الفجر للمغرب لا لرمضان كل لحظة كل لحظة فيه دانا سأقوله في آخر قاعدتين وستأتيكم بعد قليل بحول الله تعالى كلام محمود كلام مهم جدا رمضان لا ينتهي بالغروب لازم تعقيبا على كلامه وتأييدا للقواعد اللي أنا قلتها لحضراتكم أن الفكرة الأهم كيف تنظر أنت إلى رمضان كيف تنظر إلى رمضان إذا كنت تنظر إلى رمضان على أنه شهر استغفر الله بلغة المصرين هلس هذا شيء رجع لك أفسدت على نفسك فرصة عبقرية رغم استغناء الرب عز وجل عنها فيها لكنه هيئها لنا لا أريد أن أترك الحبيب من الجزائر فضل الحبيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا فندب حياك الله يا دكتور وأنا أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه جزائك الله خير الله يسعدك يا فندب دكتور مدى موسم رمضان موسم الخيرات والنفاحات والرحمات صدقت فهذا يمكن فيه الانتقاد من أدنى دركات الإدلاب إلى أعلى درجة مرة واحدة من دون تدرج مرة واحدة من دون تدرج يا بشر أنت تجيب يا الحبيب أنت لا تسأل أنت تجيب ما شاء الله أعانكم الله أحسنت أحسنت حاضر من أيوني حاضر حاضر شكرا جدا على سؤالك الجميل ده لأن ده فكرة مهمة الحبيب لو كنت معي ما زلت معي على الهاتف لا أريد أن أطيل عليك لكن ما هذه الفكرة التي نخبر الناس بها أن الدلة تحتاج تبدأ من البطء إلى النهاية بحيث أن تأتي العشر الأواخر فيأتي الاعتكاف ويأتي شد المئزر ويأتي قيام الليلة كلها لأنه لو بدأ من هذه البداية تنفر النفس وتنزعج ويبدأ تحدث نفرة بينه وبين العبادة ولا المطوع بيطول ولا الإمام بيطيل للصلاة حتى الركوع والسجود فيبدأ سبحان الله يحصل حاجز بينه وبين العبادة وبين القرب ولذلك فكرة في الأول تقول أنا مصلحتي في رمضان الفكرة الثانية كما يقول الأتراك يواش يواش مش كده ولا إيه بل قال أفضل من الأتراك عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق الله يحفظك يا الحبيب شكراً لسؤالك الجميل ده وعقب عليه إن شاء الله معي أبو طارق من أي المكان أبو طارق من تركيا كأنه صاحبي وحبيبي كأنه دكتور محمد أهلاً يا بو طارق أهلاً بك تابعتني في الإذاعة وأنت الآن تتابعني في التلفزيون أشكرت جداً يا بو طارق أنت بالقلب يا حبيبي تسلم يا فندم الله يسعدك كيف حالك يا بو طارق ربنا أكرم جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين أعطيني مشاركتك الجميلة رائع 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 أشكرك يعني عن جدي يعني أنا أنا بتنقل أينما كنت أكون وأنا صراحاً أشكرك جزاك الله خير أشكرك جزاك الله خير الله يسعدك قل لي مشاركتك الجميلة النهاردة تمام تمام هلأ رمضان دائماً هو شهر العبادات وشهر التقوى والصيام بس هو أنا أقول إعادة الحسابات هو رمضان شهر إعادة الحسابات دائماً كل إنسان المؤمن بغير رمضان أكيد بيكون بيعابي زلات بأمور كتير الحياة التغذي الحياة التغذي أو بتشغله الحياة الحياة تشغله أكيد بشهر رمضان بعيد حساباته إن كان قادر الرحم أكيد بيفكر بالرحم بأهله بأقاربه بأبناءه بوالده والدته يعني هذا الشهر بيبقى فيه الرحمة يعني شهر الرحمة وغير إنه شهر العباد هي صنعة الرحمة هي بالعبادات بالتذكير بالناس اللي منحبهم الناس اللي يعني اللي بعيدين عنهم أكيد نحن من المذكر هذا رب العالمين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما بيذكرنا بذوي القربة صح بالذوي القربة صح صح وقاة ذا القربة حقه صح صح أكيد دكتور محمد يعني أنا عن جد أنا كتير هلا مبسوط يعني بيسمع صوتك الله يرعاك الله يرعاك يا أهو طارق أنا أنا أتابعك مثل ما تتابعني خلي بالك يعني إلا تتلاقى القلوب ويكون المحبان يتبارياني في أي يوم أكثر حبا لصاحبه يوم القيامة أنا أنا كتير سعيد أنه بتزور صبحتي و طبعا ومتعلق طبعا طبعا أحباب لا يتركون أهلا أهلا أبو طارق أشكرك رب يرعاك رب يرعاك ويصدد خطاك أشكرك يا أبو طارق أشكرك في أمان الله في أمان الله سأعقب بحول الله تعالى بعد دقيقتين أو ثلاثة يعني بالكثير سأعقب على كل هذا طيب إذا كنا نقول أن الله عز وجل مستغن عن العباد وأن رمضان ده هدية هذه فكرة فكرة ثانية تقول افهم سبب التشريع أن ربنا شرع الصيام ده ليس لمنعك عن الطعام والشراب وكأن الطعام والشراب ده يمثل شيئا لربنا عز وجل هذا لا يمثل شيئا أبدا وإنما الغرض منه التكوى والتكوى أنك تقترب من الله عز وجل تشعر بالأنس به ولتمأنان في جنابه والتوكل عليه والشعور بالراحة والسكينة العبقرية التي تصيب الإنسان في القرب من الرب عز وجل ثلاثة ودي مسألة مهمة أن مثلما سلوكك يتأثر بالأفكار والمشاعر كذلك سلوكك ممكن يؤثر في أفكارك ومشاعرك ودني ده لكل إخواننا اللي عندهم إدمان لأي سلوك أو لأي شيء خلي بالك يمكن أن يكون باب عظيم جدا لإمتناعك عن الإدمان وتوقفك عنه بطريقة أو بأخرى سواء كان الإدمان ده لمواد أو كان الإدمان ده لسلوكيات زي الجماعة بتوع البليستيشن الجماعة بتوع الأغاني بدون توقف الجماعة بتوع اللعب الشدة الجماعة بتوع كرة القدم اللي قاعدين بعشر ساعات عما يتفرجوا على كرة القدم يعني اللي هو الازدياد الكبير من المباحات كل حاجة تريد أن تغيرها أن تطفئها كسلوك سلبي أو أن تعززها كسلوك إيجابي يمكن أن يحدث في رمضان أربعة نبدأ يواش يواش نبدأ شوية شوية وننطلق إلى خاتمة الشهر لا يكون عندك المزيد كانوا يقولون إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضام لو قيل له إن الموت غدا لم استطاع أن يأتي بالمزيد خلاص هذا الذي لدي هذا مبلغ علمنا حتى نقول في آخر رمضان يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه هذه بضاعتنا جئنا ببضاعة مزجاه فقيرة بضاعة فقيرة وجئنا ببضاعة مزجاه فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين هذا الجهد وتألا بك هذا الذي عندنا هذا الذي نملكه بدأنا شوية شوية الغاية تم انطفعت دلة العبادة واليقين بالله عز وجل والقرب منه إلى طاقتنا لا نملك المزيد فنجد في صباح يوم العيد الذي يسمونه يوم الجائزة رقم خمسة في مفهوم محتاجي تعدل الله يرعاكم في معنى المنافسة التنافس في الخير هذه المنافسة لها أشكال كثيرة جدا ولا يصلح الآن الكلام عنها كلها لكن نصحتي كمتخصص في العلاج النفسي ليكن تنافسك في هذه البيئة التي نعيشها في هذه المجتمعات التي نعيشها ليس مع عثمان بن عفان رضي الله عنه ولا تميم الدار رضي الله عنه ولا سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله رحمه الله وعثمان وتميم الدار أسيادنا رضي الله عنهما وأرضاهما لا يكون يعني محاولتك أن تصل إلى عثمان بأنه كان يختم القرآن في ركعة الوتر لا 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 لو سمحت أنا أريدك أن تراجع نفسك في رمضان الماضي وتراجع نفسك في رمضان الماضي وتشوف ما الذي يمكن أن أزيده في رمضان الحاضر مفهوم المنافسة لازم يتعدل ستة النوايا أياتها السيدات في البيوت أيها الرجال في المصانع كل دقيقة تمر عليكم ستحصلون على أجور كأمثال جبال تهامة بيضة بسبب نواياكم الصالحة في الصيام سبعة أنا ما أريد أن أختم هذا البرنامج إلا أن أقول هذا الحديث ولو لم أجب على إخواني في رمضان أجب عليهم بإذن الله تعالى سبعة لا أريدكم أن ترحلوا من هذه الحلقة إلا أن تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال أبو هرير رضي الله عنه راوي الحديث اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون بالله عليك تعالى نرحل أنا وأنت إلى يوم القيامة وقد نجوت أنا وأنت بالصيام ها تعالى نرحل إلى هذه الفكرة وكأن الله يقول لهم سأدخلكم جن عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين والمتقين ذو المين اللي صاموا وصلوا وقرأوا القرآن وقاموا بالليل ووصلوا أرحاما كما قال أبو طارق واستعانوا بالله عز وجل على كل حزن وكل سهل تخيل الله يرعاك تلمح الأجر بعد ثلاثين يوم قبل ما تبدأ حس نيتك وقبل ما تبدأ تلمح يوم ثلاثين وكيف سيكون حالك بعد ثلاثين يوم من الصيام والقيام والامتنع عن المحرمات والتوقف عن المخالفات نفوسنا يمكن أن ترتق ارتقاء عبقريا في رمضان ليس فقط على مستوى العبادة التي أرادها الحبيب أننا لا يمكن أن نتحول من درك الجهل إلى قمة العلم في لحظة واحدة هي شوية 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 سينطلق الإنسان خطوة خطوة حتى يصل ولا تستطل فمن سار على الضرب يوصل بإذن الله تعالى هذه النفوس ترتقي في مقامات العبودية ترتقي في مقامات التوكل والإنابة والخضوع لله عز وجل لكن كمان يمكن أن ترتقي في مقام الإنسانية والرضا عن النفس والتعامل معها من منطلق أنها مخلوق لله عز وجل وليست عدوا يحتاج إلى أن يقتل أو أن يقهر إنهم قالوا عن رمضان إنه شهر الرحمات وقد صدقوا إنه شهر الخيرات وقد صدقوا وقالوا عنه إنه شهر العتق من النيران والله قد صدقوا وقال بعضهم إن رمضان شهر التغيير ووالله قد صدقوا لكني أقولك قولهم وأضيف على قولهم جملة واحدة أن شهر رمضان هو شهر التعرف على قدراتك وإمكانياتك ومواهبك التي حباك الله عز وجل بها قف لنفسك وقفة قبل أن يأتي رمضان وقل لنفسك أحبك يا نفس وأريد لك الخير فأعينيني تعالي نستعين بالله أنا وأنت على طاعة ربنا عز وجل نمتنع عن الخطأ ونسدد في الخير ونرتقي أنا وأنت في مقامات العبودية في رمضان سألقاكم يوم الأربعاء كذلك بحول الله تعالى لكن سيقل موعدنا قليلا وستأتيكم الإعلانات التي ستدلكم على موعد البرنامج لو كنتم حريصين على لقائي كما أنا حريص على لقائكم أشكر كل إخواني خلف الكاميرات وفي الستوديو والله جزاكم الله خير وأشكر كل إنسان واقف خلف الكاميرات ينظر إلي ويحترم الكلام الذي أقوله وأشكر كذلك من سيطبقه ويدعو لي ويأتيني في رمضان ويقول هذا رمضان مختلف بسببك جزاك الله خيرا أشوفكم وإنتم دايما بخير وسعادة في أمان الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة